في الأثناء شن حزب الله رشقات صاروخية استهدفت القواعد العسكرية للاحتلال ومستوطنات الشمال والداخل الإسرائيلي فقد دوت صفارات الإنذار في مستوطنات مع الحدود اللبنانية وفي حيفا بينما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتلى مستوطنين وذلك جراء سقوط صاروخ بصورة مباشرة في كرنيات شمونة وإصابت خمسة آخرين جراء سقوط صواريخ في شمال حيفا كما أعلنت مصادر إعلامية إسرائيلية سقوط عشرة صواريخ في منطقة الجليل الغربي